أهلا بكم في مقرر الكيمية الكهربية كيم 233 ونواصل في الوحدة 11 وهي التوصيل الإلكتروليتي وندرس المعاير باستخدام التوصيلية الإلكتروليتية حيث أن التفاعلات التي يحدث فيها تغير يمكن إدراكه في التوصيل أثناء سريان التفاعل يمكن دراسة هذه التفاعلات بواسط ما يعرف بالمعايرة الإلكتروليتية فإذا درسنا الآن المعايرة الإلكتروليتية لحمد قوي مقابل قاعدة قوية يوضع حجم ملائم من محلول لحمد قوي مثل HCL تركيز 0.1 وحجم مقداره تقريباً 50 سنتيمتر مكعب يوضع في دورق مخروطي بينما في السحاحة يوجد محلول ماء لقاعدة قوية مثل HCL بعد ذلك نضيف قطرات من هيدروكسيد السوديوم إلى الدورق المخروطي وتقاس توصلية المحلول بعد كل إضافة هذا هو التفاعل الذي سوف يحدث حمض الهايدروكلوريك زايد هيدروكسيد السوديوم يعطي كلوريد السوديوم زايداً الماء ومن الواضح هنا أن آيونات الهايدروجين ذات السرعة العالية وبالتالي توصليتها عالية سوف تستبدل بآيونات السوديوم ذات التوصيلية الأقل وبذلك فإن التوصيلية سوف تنقص بإضافة هيدروكسيد السوديوم على طول الخط AB بعد نقطة التكافؤ وهي هذه النقطة عند النقطة B تسمى نقطة التكافؤ أي أن كل الحامض الموجود قد تم استهلاك ومعادلته بواسطة القاعدة بعد نقطة التكافؤ سوف تزداد التوصيلية على طول الخط BC وذلك لإضافة آيونات السوديوم وآيونات الهايدروكسيد وتكون الزيادة بصورة أساسية وتعزى الزيادة بصفة أساسية إلى وجود آيونات الهايدروكسيد الأعلى سرعة نأخذ مثال آخر وهو تفاعل حمض ضعيف مع قاعدة ضعيفة نأخذ مثال آخر وهو تفاعل حمض ضعيف مع قاعدة قوية مثلا حمض الخليك مع هيدروكسيد السوديوم حمض الخليك هو حمض ضعيف بينما هيدروكسيد السوديوم قاعدة قوية يكون الناتج هو عبارة عن خلات السوديوم والماء يلاحظ أن التوصيلية في البداية تكون منخفضة جدا وذلك نتيجة لوجود الحمض وهو حمض ضعيف لا يتأين وبالتالي التوصيلية تكون قليلة جدا تكاد تساوي الصفر عند إضافة هيدروكسيد السوديوم فإن التوصيلية سوف تزداد نتيجة لتكون ملح خلات السوديوم وهو عبارة عن إلكتروليد قوي وبذلك فإن التوصيلية تزداد نتيجة لتكون هذا الملح ويستهلاك حمض الخليك بعد نقطة التكافؤ وهي هنا النقطة بي فإن التوصيلية سوف تزداد بصورة حادة ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى وجود آيونات الهايدروكسيد ذات السرعة العالية والتي تضافي للمحلول وبالتالي تزيد من قيمة التوصيلية ننهي هذه المحاضرة ونواصل في شرح مقرر الكيميا الكهربية في دروس لاحقة